عادات قرية كان العم صالح رجلا مسن لا يقدر على العمل فاجتمع أهل القرية وتشاوروا فيما بينهم كي يساعدوه اتفق أهل القرية أن يهتم بعضهم بعملية حرث الأرض وبعضهم الآخر يتولى بذرها وسقيها بالماء ذهب الجميع لزيارة العم صالح وإخباره بما اتفق عليه فوجدوا النساء قد عرضن مساعدتهن على زوجته في جني الزيتون فرح العم صالح بما قام به أهل القرية وشكرهم على تضامنهم عادات قرية كان العم صالح رجلا مسن لا يقدر على العمل فاجتمع أهل القرية وتشاوروا فيما بينهم كي يساعدوه اتفق أهل القرية أن يهتم بعضهم بعملية حرث الأرض وبعضهم الآخر يتولى بذرها وسقيها بالماء ذهب الجميع لزيارة العم صالح وإخباره بما اتفقوا عليه فوجدوا النساء نساء قد عرضن مساعدتهن على زوجته في جني الزيتون فرح العم صالح بما قام به أهل القرية وشكرهم على تضامنهم